بداية الحلقة النهاردة طبعا أكيد كلكم تابعتم خلال الأيام الماضية عدد من الإجراءات الاستثنائية اللي تم اتخاذها من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لمحاولة تفادي كل الأثار السلبية اللي ممكن أن هي تنتج عن انتشار فيروس كورونا والحقيقة يمكن الخطوات اللي اتخذتها الوزارات المعنية والمؤسسات المختلفة كان لها دور مهم جدا في السيطرة كمان على الوضع والمساهمة في استقرار الوضع في مصر حتى هذه اللحظة خلوني الحقيقة أرحب بضيفي اللي بنوارني النهاردة وهو الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكيديمي للجامعة الأمريكية وهي واحدة طبعا من أبرز المؤسسات المعنية بالتعليم مشرفني يا دكتور أهلا بحضرتك شكرا جدا يا دكتور اسميم شكرا جدا على استضافة كريمة شكرا لحضرتك يا فندم والحقيقة إحنا اللي لازم نشكرك كمان على الإجراءات يمكن الجامعة الأمريكية كانت من أوائل المؤسسات اللي اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية إمتى استشعرت الخطر يا دكتور؟ وحقيقة إحنا كنا متابعين للموقف يعني عن قرب لما حصل في الصين وكنا دايما اللي كنا بنقوله أن السؤال اللي احنا بنسأله لنفسنا هو الموضوع يعني هو كورونا فيروس دوت هايجي مصر ولا لأ لما كانش ده السؤال خالص هو كان السؤال هو هايجي إمتى مصر وعلشان كده ابتدينا على طول نعمل استعدادات لنا لأن احنا كنا عارفين أنه هو جاي في يوم الأيام ابتدينا نحط الاستعدادات عشان لما يجي نبقى إحنا مستعدين ليه على أي أسس اتخذتوا الإجراءات المختلفة كان إيه أبرز النقاط اللي حطتوها يا دكتور وقلت واحدين ثلاثة إحنا ناخد على أساسها إجراءات معينة هو كان فيه هدفين أساسيين قدامنا الهدف الأساسي الأوليين أن احنا نحمي الكوميونيت بتاعتنا الطلبة والأسادزة والعاملين بالجامعة كلهم وحتى الناس اللي بتزور الجامعة ده الهدف الأساسي الهدف الثاني التاني أن احنا كنا كمان نقدم الخدمة التعليمية للطلبة عشان احنا كنا حريصين على المستقبل الطلبة بتوعنا مش عايزين يفكدوا جزء من العملية التعليمية بتاعتهم أو يفكدوا سمستر من حياتهم العملية هل كان فيه تعاون بقى نقدر نقول من جانب الطلبة ومن جانب كمان القائمين على العملية التعليمية في الإجراءات اللي اتخذتوها يا دكتور عايز أقول لحدك أنا حقيقي فخور أننا بنتمي للجامعة الأمريكية لأن كل فرد في الجامعة الأمريكية في الفترة اللي احنا بنمر بها دي عمل مجهود رائع جدا وبين قد إيه أن هو على قدر المسؤولية علشان يقدر نواجه ده كل حد طالب من أول ما تخشي من الباب اللي هو الشخص زي منا اللي واقف على البوابة عشان يحرص البوابة لحد رئيس الجامعة كلنا يعني عملنا مجهود كبير جدا عشان نقدم الخدمة للطلبة بتعود طلبة كمان كانوا عندهم من المرونة الكافية أن هم يقدروا يتواكبوا مع اللي بيحصل التغييرات اللي حصلت في العملية التعليمية بتاعتنا خاصة أن التغييرات أغلبها تغييرات رقمية أو التكنولوجية بشكل كبير ويمكن أنا هكلم مع حضرتك في ده بعد قليل ربما يكون ده لائق شوية بالمؤسسة الجامعة الأمريكية لكن ربما يكون أكثر صعوبة في مؤسسات مصرية أخرى الطلبة إلى أي مدى تعاونوا فيما يتعلق بهذه الجزئية؟ هل بالفعال الجامعة الأمريكية متطورة من الأساس من قبل مشكلة الفيروس فيما يتعلق بالشأن الرقم؟ وإحنا طبعا إحنا بقالنا فترة بقالنا سنين بنحاول أن نضرب الدكات اللي بتوعنا كمان على أنهم يقدموا التعليم الرقمي عبر الإنترنت ودكات اللي بتوعنا كانوا متضربين في الحكاية دي وكنا بعض الكروسات البسيطة كنا بنقدم فيها التعليم الرقمي عبر الإنترنت كمان أو اللي هو اللي بيسموه الأونلاين ليني لكن اللي إحنا بنعمله اليومين ده ما هوش أونلاين ليني بالمعنى المفهوم بتاعه هو حقيقي هو التعليم عن بعد لظروف اضطرارية لأن إحنا لازم نبقى يخضر في اعتبارنا ده التعليم الرقمي عبر الإنترنت ليه مفاهيم تانية وليه قواعد تانية غير اللي إحنا بنعمله دلوقتي النقطة مهمة قوي اللي حضرتك بتتكلم فيها طبعا وده اللي خلينا بقول إن أنا فخور بالطلبة والدكاترة بتعني اللي إحنا بيينه قد إيه إحنا عندنا فلكسابيليتي أمرونا في التعامل مع الموقف اللي حب المر بيه حضرك أوضحت إن التعليم الرقمي دلوقتي مختلف عن مسألة التعليم عن بعض واللي كنا معتقدين إن هي بتحصل دلوقتي وإن التعليم عن بعض ليه قصص محددة لكن هل المسألة اللي بيتم تنفيذها دلوقتي يا دكتور إيهاب أسرت على المناهج هو ما أسرتش على المناهج لكن هي حط التعبئ أكبر على الطالب وحط التعبئ أكتر على الدكتور يعني إحنا شايفين الدكاترة دلوقتي بيقولون إحنا بنعمل تقريبا كل يوم مسح لأراء الطالبة وأراء الدكاترة عشان نشوف هم العملية التعليمية ماشية إزاي وده على مستوى يوم يحب يتعمل اللي هم بيقولون إيه أن تحط عليهم مجهود أكبر عشان يبديدوا إيما يتعلموا ده من وجهة نظر الطالبة أو يوصلوا المعلومة للطالب ده من وجهة نظر الدكاترة اللي بتقعنا ده علشان حقيقة التعليم ده اللي احنا بنقدمه هو عبارة عن تعليم عن بعض للمواقبة الظروف الطرق اللي احنا بنتم بيها فالمجهود تحط أكتر على الطالبة وعلى الدكاترة اللي بتقعنا ده ما هواش حاجة طبيعية يعني وحارج بتوضح كمان أنه مسألة أنه هو عبق على الطالب لأنه حارج بتأكد أنه ده مش تعليم عن بعض دي مسألة مختلفة فبالتالي التعامل معها كان جديد سواء على الطالب أو على الدكتور لا هو مش تعليم رقمي عبر الإنترنت بالمفهوم بتاعه لأنه تعليم الرقمي عبر الإنترنت ليه مفاهيم محددة إزاي توصل المعلومة إزاي تعمل اختبارات للطالبة ده كلها لها مفاهيم معينة ومتعارف عليها ومعروفة وإحنا بنقدمها في خلال الوقت العادي للجامعة لكن اللي احنا بنعمله دلوقتي إن احنا بنقول إزاي ننقذ السمستر ده إزاي نقدم الخدمة التعليمية دي ومنقذها فبالتالي قدمنا للدكاترة بتاعنا عدة مقترحات كتيرة جدا كل واحد يقدر ياخد لناس الكورس بتاعه فيها عشان يقدر يقدم الخدمة التعليمية دي في ناس بتقدم المحاضرات بتاعتها عبر الإنترنت مباشرة كأنها في الكلاس كانها في القاعة المحاضرات بتاعتها وفي ناس تانية بتسجل الفيديوهات بتاعتها وبتحطها على أونلاين على السيستم بتاعنا في الجماعة عشان الطالب يخش عليها وبعدين بيتيح نفسه بعد كده للطالب عشان يسألوا أسئلة على المحاضر اللي شوفها أونلاين يعني ده شوية تقريبا ما هواش بالزبط التعليم الرقمي عبر الإنترنت ولكنها أنا أحنا اللي بنسميه دهوقتي يعني هو تعليم عن بعد لإنقاذ الموقف بالفعل هل طريقتوا أن انتوا تلغوا أجزاء معينة من المناهج؟ لا إحنا ما لغناش أجزاء معينة من المناهج بالعكس إحنا بقول لدكاترة بتاعنا لازم يقدم المنهج بتاعه كامل للطالب إحنا دي حرسين عليها جداً إحنا أهم حاجة كفاءة العملية التعليمية دي من ضمن الحاجات اللي هم نبصلها بعينية سواء دي الوقت أو قبل كده كمان طب هل كان فيه مطالبات من الطلبة أنكوا تلغوا الأجزاء مثلاً محددة ربما تكون أكثر صعوبة أن يتم تعلمها بالطريقة دي؟ هو طبعاً في كل أوضاع أنت هتلاقي الطالب دايماً بيحاول أنه هو يقلل المجهود اللي بتحط عليه بيفاصل في العملية التعليمية دي حيناً أنا كمان حرسين على مستقبل الطالب ده لأن مستقبل الطالب ده يعني مرتبط ارتباط جامد جداً باللي هو بيتلقاه بالتعليم اللي هو بيتلقاه بجودة التعليم اللي هو بيتلقاه لو إحنا دينا له تعليم جيد حيتخرج خريج جيد وده اللي إحنا بنركز عليه في الجامعة الأمريكية إلى أي بقى مدى كان في تعاون ما بين ترجمة نانسي قنقر